السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشرح جديد على قناة اطلوب للمعلوميات. ان شاء الله النهار دا هنعمل اثبات سحب من موقع ايفيرف. هنعمل اثبات سحب بعشرة دولار. هنشوف اثبات السحب ان انا سحبت مبارح من الموقع ده بتاريخ 11 ستة. الساعة 10 مساء. وصلنا السحب بتاريخ 12 ستة. الساعة 10 سباحا. يعني السحب استغرق بالزبط حوالي اه 12 ساعة. هنبص على السحب الاول من محفظة البير. سحبت 10 دولار. وصلني مبلغ 9 دولار 41 سنت بعد الاقتطاعات. بيكتطع من البير سبعة اه 7 في المية. هيوصلك المبلغ ده بالزبط لو انت سحبت 10 دولار. هنبص على المعاملة. اه التوقيع بتاع الموقع اه اسمي الموقع ايفيرف. والمبلغ 9 دولار 41 سنت. اه بتاريخ 12 ستة. لو جينا بصينا على الرسالة من الايميل. دي الرسالة شباب. هنيجي نفتح الرسالة. ده المبلغ اللي وصلني تسعة دولار واحد واربعين سنت. والتوقيع بتاع الموقع ايفيرف. هنروح للموقع نفسه ونشوف اثبات السحب من داخل الموقع. هنيجي نضغط على وهنجيب او تاريخ التحويلات. ده مبلغ العشرة دولار اللي انا سحبته بتاريخ 11 ستة الفين وعشرين. طيب هنوضح بقى شوية معلومات بخصوص الموقع. ده اثبات السحب اللي حابب بقى يستكفي بالفيديو لغاية هنا وما يكملش الفيديو مفيش مشكلة. اللي حابب يكمل معي لو انت شخص لسه هيستعرف معلومات ازاي تجمع عشرة دولار وتوصل للحد الادنى وتسحب من الموقع تابع معي الفيديو للنهاية. اه طبعا هنوضح دلوقتي ان الحد الادنى هو عشرة دولار سواء على البيبال. الفرق بين البيبال ان البيبال اللي بيقتطع عشرة في المية يعني العشرة دولار هيوصلو لك تسعة دولار. بالنسبة لباير بالنسبة لباير بيوصل اه زي ما وردتكم في السحب تسعة دولار واحد واربعين سنت. ده الكل عشرة دولار. طريقة الشغلة على الموقع سهلة جدا وهي عن طريق عمل تسكات سهلة. سواء بقى متابعة انستجرام او اه تويتر او غيرها. زي ما احنا شايفين كده دي المهام الخاصة بالانستجرام دلوقتي. دي المهام المتاحة في الوقت الحالي. اه وانا بشرح الفيديو. طبعا اه اه المهام دي متجددة. هتفتح في اي وقت في اليوم هتلاقي فيه مهام بازن الله. طيب تقدر تشتغل اه لو انت هتشتغل مجاني على الموقع كل الف مهمة هتعملها هتساوي واحد دولار. معنى كده ان انت محتاج تعمل عشر تلاف مهمة عشان تعمل عشرة دولار. طيب ده هياخد منك وقت كبير جدا لان طبعا الاسعار بتاعت المهام قليلة. لو جينا فتحنا مسلا اه مهام الانستجرام. هتلاقي اسعار المهام اه قليلة يعني كل عشر مهام بتعمل واحد سنت. يعني انت محتاج الف مهمة زي ما قلنا عشان تعمل ميت سنت اللي هما واحد دولار. فبالتالي هتاخد وقت كبير جدا. فعشان تقدر توصل لعشرة دولار با بشكل اسرع في كزا طريقة هقولك عليهم. الطريقة الاولانية وهي ودي عبارة عن اه بتشتري عضوية في الموقع. العضوية دي بتاح لك ان انت تضاعف سعر المهمة. يعني لو المهمة تكلفتها آآ فبتكون تكلفتها بعد شراء العضوية يعني كل خمس مهام هتساوي واحد سنت يعني الخمسين مهمة بتساوي واحد الخمسمائة مهمة بتساوي واحد دولار. فبالتالي هتوفر معك وقت. وهتعمل الواحد دولار في وقت اقل من آآ لو انت شغال بالطريقة المجانية. دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية وهي عن طريق لو انت حابب تشتغل على الاحالات بيكون في ربح من الاحالات. زي ما احنا شايفين انا عندي عدد احالات مش كبير يعني واحد وتلاتين احالة. جاء اه اجمال الربح اللي دخلني من الاحالة هو المبلغ ده يا شباب تلاتة وتمانين سنت على مدار شهر. يعني اعتبر ما دخليش المبلغ يعني مبلغ كبير او اي حاجة. طيب اه الطريقة التالتة اللي هي ودي عبارة عن مسابقات بتتعمل على الموقع. لاكتر شخص بيشتغل زي ما احنا شايفين. هيكون في اه تلات مسابقات. تلات مسابقات دي عبارة عن مسابقات يومية. اللي بيفوز بيها التلات مراكز الاول الانية. اللي هو المركز الاول مركز التاني المركز التالي. طيب المسابقات دي بتكون عبارة عن اللي هما الاشخاص اللي بتشتغل على الموقع اللي هو زي حالتنا كده. اه انت لو اشتغلت واخدت مركز من التلاتة الاولانين. هتقدر تفوز بجائزة. الجائزة دي بيكون سعرها تقريبا واحد دولار فيما تحت. يعني زي ما احنا شايفين كده ده انا في المركز مسلا العاشر. يعني النهاردة انا مش تغلتش على الموقع خالص. انا كل اللي عملته اه شغلت بتاعت دي بتاعت الموقع انا سبتها عندي. دي عملت اربعتاشر مهمة. الاربعتاشر مهمة دول خلتني في المركز العاشر. انا طبعا ما باشتغلش على الموقع النهائي. وهوضح لك الكلام ده. تمام? فانت لو اشتغلت مسلا يوميا ممكن تفوز يوميا بواحد دولار. زي ما احنا شايفين اللي في المركز الاول الشخص ده. ومن مصر. اه ده لو كمل على الوضع ده كده الاخر اليوم. فاضل ست ساعته المسابقة تنتهي. هياخد واحد دولار. وهكزا بالنسبة المركز التاني والتالت ما عرفش بقى قيمة الجوائز كان بالزبط. طيب اه في مسابقة تانية للمعلنين. الاشخاص اللي بتعمل اعلانات على الموقع او بتضيف يعني عايزين يزودوا انستجرام او غيره. فالاشخاص دي برضو ليهم جوائز. اه تالت حاجة وهم الاشخاص اللي بيجيبوا احالات. اكتر شخص او اكتر مجموعة من الاشخاص بيجيبوا احالات. بيكون ليهم جوائز في الموقع. الجوائز دي يومية. مش مجرد مرة واحدة بس. لا الجوائز دي يومية. فدي مسابقات تقدر تكون انت واحد من الفائزين فيها. وتقدر تكسب الواحد دولار يوميا هتقدر في خلال عشر ايام تكسب عشرة دولار. وبالتالي هتقدر تسحب من الموقع في خلال عشر ايام لو انت طبقت الطريقة دي. تمام? طالت طريقة او رابع طريقة تقدر تشتغل بها في الموقع وهي عن طريق. لو جينا راحزنا هنا شباب هيقول لك معنى كده ان الاضافة الخاصة بالموقع شغالة عندي بشكل كويس. الاضافة دي هتثبتها على المتصفح بتاعك على جهاز الكمبيوتر سواء اه متصفح مسلا اه جوجل كروم او اي متصفح انت شغال به. بعد ما بتثبت الاضافة بالشكل ده بتصغير لك كده. اه هنا البيانات بتاعتك وهنا الرصيد. هنا الاجمال التسكس اللي انت عملتها النهاردة. وده الرصيد اللي دخلك من التسكس اللي انت عملتها. طبعا لازم ان يكون لو دي لقيتها بالشكل ده كده لازم ان تفتح تخلون باللون لازرق ده كده عشان يشتغل اوتوماتيك. تمام? اول ما بتفتح الاضافة بتاعتك بيجي لك هنا يا شباب صفحة الانستجرام دي. دي عبارة عن الشغل اللي بيتم. لازم ان تخلي الصفحة دي مفتوحة ما تقفلهاش. دي صفحة بتفتح اوتوماتيك معاك اول ما بتثبت الاضافة. بتعمل عبارة عن اه الاضافة بتشتغل اوتوماتيك بتعمل المهام الموجودة على الموقع بدون ان انت ما تدخل الموقع وتشتغل عليه. بس لازم تسيب الصفحة دي مفتوحة طول ما انت فاتح الجهاز والكمبيوتر بتاعك ومتصل بالنت. تمام يا شباب? بالطريقة دي تقدر اه ان انت توصل للعشر دولار بشكل اسرع. ده لو انت عايز تفضي نفسك للموقع ده. طيب لو انت اشتريت عضوية في الموقع. العضوية دي بيكون متاحة معاك لمدة خمستاشر يوم لو انت هتشتريها بستة دولار او بتسعة وخمسين دولار هتكون متاحة معاك لمدة سنة. تمام? فانت لو حابب تشتري عضوية انصحك لو انت اشتريت عضوية ان انت تشتغل على الموقع بشكل كويس جدا يعني تدي الموقع وقت كبير بحيس ان انت تقدر تجمع اكتر عدد او اكتر مبلغ ممكن في خلال الخمستاشر يوم دول عشان الستة دولار تستفاد بهم وما يروحوش عليك. تمام? ده لو انت عايز توضع في الموقع. طيب انا اه كشخص بقدم لك المعلومة دي دلوقتي انا وصلت في الموقع ده الاربعة دولار. لو جينا دخلنا على الداشبورد. اللي قدرت اجمعهم الموقع اربعة دولار. الموقع اداني نص دولار اول ما سجلت. طبعا ما عرفش ان كان بيدي لسه بونس تسجيل ولا لا. المعلومة دي مش مؤكدة معي. اه تاني حاجة انا جمعت حوالي نص دولار في خلال اول يوم سجلت فيه في الموقع. والاحالات دخلت لي حوالي اقل من واحد دولار. المبلغ اللي انتو شايفينه قدامكم ده اتنين دولار تلاتة وتسعين سنت. انا ما جمعتوش. المبلغ ده اللي جمعهولي انا شرحت لكم دي دلوقتي بتشتغل ازاي? وبتجمع مع نفسها. طبعا انا ما بفتحش الجهاز اللي بسجل منه دلوقتي ما بفتحوش كتير فبالتالي المبلغ ده جاه على فترة كبيرة. لو انت بقى مع الجهاز واحد بتشتغل منه. فانت تقدر دي لو انت فتح اللاب بداعك اتناشر ساعة في اليوم هتقدر تجمع منه من ربع دولار مسلا وفوق في خلال يوم. تمام? فهتقدر تعمل منه مبلغ كواس جدا. يعني انا مسلا الفترة دي وانا بسجل الفيديو مجمع حوالي لو فتحنا كده حوالي تمنتاشر مهمة. تمام? يعني بواحد سنت وعشرة وعشرة من المية في السن. من السنت. تمام? يعني لو انت شغل مسلا اتنشر ساعة في اليوم وفتح الجهاز بداعك حتى لو مش شغل لو انت فتح الفيسبوك هتقدر تجمع مبلغ كويس. فانا انصحك تشتغل على الاكستنشن ولو عايز تشتغل مجاني براحتك عايز تشتغل تشتري عضوية براحتك. تمام? طيب لو انت مسلا معاك واحد دولار دلوقتي في رصيدك اتنين دولار تلاتة دولار اربعة دولار زي المبلغ اللي كان معايا وحابب تسحب ومسلا مش قادر تشتغل على الموقع او مليت من الموقع وعاوز تسحب ومش عارف تعمل ايه? هتستنى لغاية لما تجمع العشرة دولار ولا هقول لك على الطريقة دلوقتي وتسحب اه رصيدك اللي موجود في الموقع. لو جينا دخلنا على التحولات او التاريخ التحولات هنلاحظ هنا ان انا اودعت ستة دولار في الموقع. الستة دولار دي اودعتها بتاريخ حداشر ستة امبارح. اه طبعا كان معايا اربعة دولار وربع او تمانية وعشرين سنت اللي هم موجودين دول. اودعت الستة دولار بقى رصيدة عشرة دولار وشوية. المميز في الموقع ان اه المميز في الموقع يا شباب ان المبلغ هنا مفيش رصيد للإعلان ورصيد للسحب لا هو كله رصيد واحد. فبالتاني مسلا لو انت معاك تسعة دولار وحابب تسحب النهاردة اودع واحد دولار هيبقى عشرة وتقدر تسحب. لو معاك اربعة دولار اودع ستة هيبقى عشرة وتقدر تسحب. لو معاك واحد دولار ممكن تودع تسعة دولار وتقدر تسحب برضو هيبقى عشرة وهتقدر تسحب. ده اللي اقدر اقوله لك. فانت ممكن ما تستناش يعني ممكن مسلا تجمع واحد دولار بس اودع عليهم تسعة في الموقع واسحب العشرة. يبقى انت كده كده كذبان يعني. فدي الطريقة اللي انت تقدر تشتغل بيها في الموقع. كده نديتك كل المعلومات المتاحة في الموقع ده. حابب تستغله مجاني ماشي. حابب تستغله عن طريق الشراء عضوية ماشي. تشغل ما فيش مشكلة. كل الطرق متاحة معاك. اهم حاجة بس دلوقتي ما تنسانيش في اللايك. اعمل لايك للفيديو ده لو عجبك بازن الله. ولو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة. ونستنون في فيديوهات جديدة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.